أهلا بكم في النشرة الاقتصادية أكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون الصناعة أسامة العريض على أهمية تنمية روح وثقافة ريادة الأعمال لدى الطلاب والطالبات جاء ذلك لدى رعايته مندوبا عن وسير الصناعة والتجارة والسياحة حفلة تخريج الفوج السادس من معلمي مدارس التعليم الفني والمهني بتنظيم من المركز العربية الدولي لريادة الأعمال والاستثمار التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وأوضح العريض أن تنوع برامج ريادة الأعمال والعلوم المصاحبة لها تم بثق من توجهات الحكومة لتعزيز الموارد البشرية والاستثمار في الطاقات الواحدة من الكوادر في جميع تخصصات لدخول قطاع الأعمال بكل ثقة نظم مركز مبادرات المشروعات بغرفة تجارة وصناعة البحرين وبالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية في البحرين والإدارة التجارية بسفرات الولايات المتحدة لدى البحرين فعالية الدائرة المستديرة تحت عنوان الإبتكار وتعزيز الهوية التجارية وقد أكد رئيس الغرفة التجارية الأمريكية في البحرين قيس الزعبي أهمية الملكية الفكرية في تطوير الإختراع وجعله منتجا تجاريا قويا إضافة إلى جاهزيته للمنافسة بالأسواق العالمية إلى جانب التركيز على زيادة حجم التجارة البحرينية وسبل جذب الاستثمار الأجنبي في المملكة وشدد الزعبي على الدور القوي لغرفة تجارة وصناعة البحرين في حماية الملكية الفكرية لدى الصناعة الصغيرة والمتوسطة